موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه والقائل من زوج كريمته من فاسق قطع رحمها لمن المعلوم ومنذ بدء الخليقة كان الرجل وكانت المرأة منطينة واحدة وأصل واحد كما قرر القرآن الكريم قال الله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان منطين فما جعل نسله من سلالة من ماء مهين من هذا المبدأ وهذه الوسيلة المشروعة لتكوين النشئ والبيئة الملائمة لإعداده للحياة ولهذا قال الله تعالى وأنه خلق الزوجين الذاكرة والأنثى نحن عندنا قاعدة معروفة وهي أن الواو إذا جاء بين إسمين أو بين عبارتين يفيد الاشتراك بالحكم لم يقل الله سبحانه وتعالى وأنه خلق الزوجة ثم الزوجة بل قال وأنه خلق الزوجين الذاكرة والأنثى بعدما علمنا بهذا الواو التي جعلت الاشتراك بالحكم جاءت المساواة بينهما من ثم أخذنا المساواة بين الرجل والمرأة وهنا يبرز التعاون والترابط والتآلف بينهما فتتحقق بذلك المساواة على صالح الأسرة وعلى من يدور حولها يعني ماذا؟ يعني الليون في المعاملة والرفق في كل عمل يرتضيانه وبذلك لا فرق بينهما إلا بالتقوى إذا كان الإنسان التقي أطقى من الآخر هذا هو الفرق بينهما فقط ومن هنا جاءت المساواة أيضا بينهما فقد سوى الله وعدل الإسلام بينهما في التكاليف الشرعية بحيث كل إنسان مسؤول عن التكاليف الشرعية يقوم بها لوحده أمام الله وأيضا في العمل مدامت قادرة ومحتاجة ومحافظة على كرمتها أو قائمة بواجبات الزوجية ومدام العمل مشروعا وأن تمشي في الشارع على استحياء وتتجنب كل المغريات ويتلخص كل ذلك في الآية الكريمة قال الله تعالى وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنْ يعني فالحقوق للنساء واجب وقائم ما دمن قائمات بالواجب وقد أحاط الإسلام لهذه المرأة برجل هو رئيس الأسرة فهو الحامي والمدافع هو القيم الأول على الأسرة ونعني بذلك ماذا؟ الإرشاد والتوجيه والإنفاق والعمل الصالح والديانة وليس يعني التهور وليس التسلط الفوقي وليس سلب الإيرادة من المرأة أو من غيرها ومن خلال السلوك الحميد والتربية الإسلامية ليعيش في أمن وسلام وأمن وأمان إذن فالقوامة مشورية وليست استبدادية يستشير كل واحد منهما في مشروع في عمل صالح يفيدهما أو يفيد أبنائهما كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرئيس ولكن كان يشاور السيدة أم سلمة وكانت صاحبة حكمة وكان يشير أيضا السيدة حفصة وأن قبلهما كان يشير دائما أبدا ويأخذ باستشارة السيدة خديجة رحمهم الله تعالى إذن يعني القوامة هي اختبار إلهي لأرجعة فيه قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فإذا كانت هناك الشروط فالرجل القوام وإن انعدمت كما قلت فليست هناك قوامة بصريح العبارة ونحن بحول الله سبحانه وتعالى نعمل بقاعدة ذهبية من توجيهات الإسلام ويحسن المعاشرة قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف أي طول ابناء بالليونة والكلمة الطيبة والإنفاق والأمانة والإخلاص والحماية والرعاية مما يوفر للعائلة مناخا يسوده راحة البال والطمأنينة وتسكن المرأة بذلك راحتها وتدفئ عواطفها ومن حقوقها النفق عليها والحرمة والاحترام وعدم الإضرار بها وحسن المعاشرة وحسن الصحبة وحسن الصحة واحترام أهلها لكنها لها واجبات أيضا لابد أن تقوم بها وهي تقوم بها بالمعروف وتقوم بها وقت بإحسان لأنها رأت ما رأت من عندي زوجها نحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وهو أسوتنا الحسن الطيبة رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجاهد ويلاقي الدعوة والناس والحياة ومع هذا إذا رجع إلى منزله النبوي الطاهر فهو الزوج الحنون الكريم والعشير العذب اللقاء والمخالط الجميل الأسلوب الدافع المرح فهو أكرم خلق الله في بيته وأفكه الناس في معاملة نسائه وأحلى الناس كلاما وأعذبهم منطقا يسبي بحديثه الأرواح ويأخذ بطلاقة وجهه بمجامع القلوب ويحاول ما استطاع أن يدخل السرور والبهجة على أهل بيته زوجة وأولادا وبنات لغذلك وأضيف فيجعل البيت سعيدا يطيب فيه العيش ويحلو فيه المقام فتمتلئ القلوب بالبهجة والسرور والحبور وتنتشر السعادة على الجميع وذلك طبقا للآية الكريمة قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لماذا؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون تأمل كلمة لقوم يتفكرون عن العقلاء الذين يتدبرون القرآن الذين يفهمونه وعلى طبيعاته فالسكن والراحة النفسية هي عمود العلاقة الزوجية وينشأوا عنها المحبة والمودة والرحمة وهي منبع المكرومات كلها فيها الرقع فيها الإحساس المرهب فيها التعاطف ويكبر هذا التعاطف وينمو عندما يكون بثمراته من بنين وحفدا قال الله تعالى والله جعل لكم من أزواجكم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتقل لها في الباقي إذن المرأة لعلي أقول بحيث إذا كان المرأة قامت بالواجبات الزوجية وأحبت عائلتها فلها ما قال الرسول أيام امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع يعني تحركت في البيت ونظفت وعملت تريد به صلاحا إلا نظر الله إليها ومن نظر الله إليه لا يعذبه وأيضا ما من امرأة تسقي زوجها أو تقدم له طعاما أو أي شيء فريحة من ماء إلا كان خيرا لها من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها أي ممرأة ختمت زوجها سبعة أيام هذا على سبيل المثال إلا أغلق الله عليها سبعة أبواب جهنم وفتح أمامها ثمانية أبواب جهنم في نادرة من النوادر أن أمرأة من الخطاب جاءه رجل فقال له أريد أن أطلق زوجتي قال لماذا؟ قال لقد كرهتها قال يا أحمق وهل بونيت البيوت على الحب؟ فأين التذمم؟ فأين التضحية؟ حقيقة أن الزواج هو رسالة إنسانية لكن أسسها إسلامية اللهم يا رب حسن إلينا حسن الله بك واجعل شبابنا شباب الأمة وحبب إليه الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن اللهم إنهم قوارب نجاتنا ومشاعر مستقبلنا وقناديل بيوتنا اللهم إن كان في العمر زيادة فاصرفه في العبادة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى 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 اشتركوا في القناة